السلام عليكم كديري اللبس عليكم تمنى تكونوا باخر ان شاء الله مرحبا بكم معي في مطبخ خوخة وملاك اليوم نشارك معكم طريقة تحضر مني باقات لديد بزاف بحشوة لدان تمنى تتبعوا معي الفيديو كيف العادة من اللو والاخر وإلى عجبكم تشاركوا مع الأصدقاء ديالكم والأحباب علاش الله ونمشوا نشوفوا المكونات ديال هاد مني باقات ومنسوا السلاس على رسول الله كيف ديما الله مصلي وسلم وبارك على رسول ونمشوا نشوفوا طريقة تحضر ديال هاد مني باقات تراها دغية عيوجد وساهل وحشوة زوينة كديب الزاف لنا واحد ملعقة ديال الخميرة حبيبات ملعقة سوكا سنيدة ما تكون شامرة واحد الكس ديال المدافي ونديرو كس دقيق هالطريقة باش تفعلين الخميرة ودغية خمير اللي نرخ بيزات ديوننا ما يضع طلوش صافي كنديرو هاكا هالطريقة كنديرو شوة الخميرة وشوة سانيدة ودقيق وكاست المو ودافي وكنخليه على الاقل واحد ربع ساعة هاكاك حتى تتفعلين الخميرة وغتبالينا دارت فقاعات مغطيو عليها صافي رات فعلة لنا الخميرة ديالنا الخلط كيكون واحد الفقاعات الفوق باش نعرفوه صافي دابا غان في هذه الأثناء انكملو عليها نضيفون مكونات الاخرى ادنا واحد يجمع القبار جول النيدو او حليب غبرة واحد راس مع القاعد ديال بودرة البصل انا مسا يباغي في الدار دابا نشارك معاكم ان شاء الله طريقة عندي واحد نسكة ديال زيت ما يكونش عامر زيت المائدة وواحد شوية الملح صافي نخلطو هاد المكونات مزيان قبل فوي لما ديرو يدينه حضر راس مع القاعدة ديال خميرة الحلوة وقعتوا تديروها كاملة ديروها ودابا نضيفون الكاس الثاني مدافي صافي هذا هو القياس ديال لما انا بالطبس هزيت لي هزيت لي اربعات الكيسان وكاست اسمي درقاق انتم ما غاتشوفوا معايا بتود ديرو نص الكمية ديروها هكاست اسمي درقاق او الفينو الى عندكم اللي متوفر خدمو به صافي وكن مقاونا نخلطو مزيان كنقاونا نضيفوا الدقيق عندنا ميزاننا شوفوا انتم مش حالة ازليكم دقيق را تايما كنقل لكم على حسب النوعية الدقيق اللي يكون كين دقيق اللي يشرب وكاين اللي لو دكست اسمي تاورة تشرب لنا العجينة صافي انا من بعد ما تجمعات لي هنضينا بواحد شوية دسيس وغان نغطي ليها ونخليها حتى سخمر وغان نمشون وجودوا الحشوة لدينا واحد الملعقة كبيرة ديال الزبدة والبصلة غلي قطعناها شرائح هكا وحد رايز زيال تومة يلا كانت عندكم بودر تومة يمكن لكم تدروها انا ما عنديش وشوية الملح ونخليوا ديك اللي بصلة حتى الدبالينا تكل البوطة شوية مجهدة صافي فيها الاثناء اغنضيفه وقطعنا داند قطعناها صغير على شكل مكعبات صغير يمكن لكم تدروه صدر الدجاج حتى هو سافي وغنضيفه شوية العطرية شوية البزار شوية الخرقوم عود او الكركم شوية سكين جبير حتى هو شوية وحد شوية تحمي رغي شوية منك التروش سوف يمكن خلطوا هذيك العطرية تشرب لنا في ذيك البصيلة وهذاك صدرت على داند أستطيع أن طاقة الأسطلة اصدر المساعدة وحد شوية خلطوا داند جبار مصنوع ثلاث سكين جنال ثلاثين في ذلك نضيفه أشوية وصلت نضيفه واحد ملعقة العصر الحمد نشوف العجينة ملعقة العجينة قطعنا بقياس واحد الحشوة برداز وكمية من موزاريلا وفرماج حمر نشكلوا فيهم نضيف كمية من الفرماج وكمية من الحشوة نحاول نصدهم جيدا نضيف حجينة ونجمعها بصباعنا بجانب لانتحلوا في الفرماج نضيف كمية نقوم نقوم بقيته نقوم بقيته نقوم بقيته نضيف كمية من الفرماج من الحشوة نحاول نجيب واغي للوسط ونقدوها سوف نجمعوا نجمعوا الاطراف مع بعضياتهم ونحاولوا نوركوا على دوك الاطراف بصبعنا باش تعجينا تجمع لنا مزيان وما تحلش بالفران ندرو شوية دقيق لكانت تعجينا كتلصق نفس الطريقة حتى نكملوهم كاملين احنا ان شاء الله دبا مقبلين على شهر رمضان وهذه المملة حتى يكونوا عليهم الاقبال بالساف في مائدة الافطار الله يدخلوا لينا وليكم الصحيحة والسلامة وكل ما كتمنى ان شاء الله دبا شهر بعد شعبان سوف يمكن نكملو الكمية كاملة اللي عندنا كي نجو بها الطريقة هكا ولكن يمكن ندروهم تاني لشكل خبيزات قريصات صغار ولا يمكن تاني نخرجوهم الفران تاني عاد نعمروهم ندروغي لباقت كل واحد وعلى حسب الرغبة ديالو واشنو كيجبو ان شاء الله دبا نشارك معكم طريقة اا اا ديروه وتفتحوه عا تعمروه طيب عا تعمروه ان شاء الله الله يزاق غيه الصحة والسلامة صفي من بعد ما اكملناهم كاملين هنحاولو نقدوهم ندروهم في الطاول اللي غدخل الفران وعدنا صفر بيضة اللي خلطناه بواحد شوية تلخلها رسناها باش تحيد ذكريها ديالو بيض وعدنا البافو او حبوب الخشخاش صفي غنضهنوهم على هاد الشكل هيدا او سوف يغرر شعلهم بهذا البابو او زنجلي اللي متوفر ليكم وندخلهم الفران اللي غادي يكون مسخن من الفوق والتحت نخليوا عليهم من الفوق والتحت شاعل اضغيه كي طيبوا ما تشتوش الوقت بزاف صافي دباب من بعد نخرجوني للمر الفران هالنتيجة النهائية على تيجوز وين ننسى تمنى ان شاء الله يحجبوكم وتجربوهم على طريقة سهلة وضغيتي يوجدو بنسبة ديك خميرة اللي كتخمرهم في اللول ما كانت النوش عيوم يخمروا باش يدخلوا الفران ولا شي حاجة هادو واحد جوجب قولي درت ليهم زنجلان صافيوك نرافقوهم بواحد شوية الفريط اللي دخلتها معاهم الفران نقسموشي واحدة نشوفوهم كي كي يجو من الداخل ركجو رائعين يا الله هالبنات خليتكم على خير الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة